اشتركوا في القناة اولا سعر الهاتف 1000 دولار لنرى ما هي الاشياء التي يمكنك ان تدفع من اجرها 1000 دولار ربما تشتري جهاز كمبيوتر ممتاز او لابتوب او تدفع لك مقابل رحلة كاملة الى امريكا لكن 1000 دولار هو سعر الايفون 10 بيانت العدد من المواقع ان سعر الهاتف الحقيقي لا يتجاوز حتى 450 دولار او لنقول 500 دولار امريكي كحد اقصى فلماذا تأخذ 500 دولار اضافية وبدون ان تعطيك شيء بالمقابل فشركة ابل اتت وقدمت مجموعة تقنية جديدة ورفعت السعر والمستخدمين ذهبوا مباشرة لاقتناء الهاتف وبشكل رسمي وبدون اي مشكل فهذا لماذا دائما ترفع ابل من اسعار هواتفها الذكية ثانيا تقنية الفيس اي دي ربما انتم تقولون انها اتت بتقنية جديدة لكن هذه التقنية هي تعتبر خطة ثانية فقط وذلك لانها فشلت في ادماج مستشعر البصمة في الشاشة الامامية كما كان يتوقع الكثير من المتابعين للشركة وبذلك اضطرت الى لجوء الى تقنية قراءة الوجه او الفيس اي دي لكي تكونك خطة بديلة لها ثالثا عمر الهاتف كما نعلم جميعا ان كل الهواتف الذكية سواء كانت قوية او متوسطة فسيكون عمرها عامين كحد اقصى وذلك نظرا لتطور الهواتف الذكية والتطبيق او حتى الالعاب التي تتطلب معالج قوي فتضطر كل مرة لتغيير هاتفك لمواكبة التحديثات الجديدة فهل تقبل ان تفعل هذا مع هاتف بسعر الف دولار امريكي وليضافة الى تغيير قطع الخاصة به كل مرة عند تحطله فبعد تعرفك على هاتفها النقاط هل ما زلت ترغب في شراء هاتف الايفون اكس هذا ما ستشاركني به اسفل التعليقات الى ذلك الحين كان معكم ايهاب من قناة دير تاك ألقاكم في فيديو قادم ان شاء الله وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة